رحلة معاناة يعيشها مراجعو الدوائر الحكومية الممتدة على طريق المدينة في جدة بامتداد 15 كم في الاتجاهين بحثا عن مواقف لسيارتهم في عشرة مواقع سرعا ما تنتهي تلك الرحلة بمخالفة مرورية أو التوقف في مكان بعيد وبحسب التقديرات في مكتب الاستقبال بمحكمة التنفيذ شمال طريق المدينة فان تستقبل يوميا أكثر من 3000 مراجع من جهة أخرى تستقبل باقي الإدارات أكثر من 200 مراجع يوميا يضطرون للوصول إليها بالدخول إلى الأحياء السكنية القريبة ولا يقتصر الأمر على الجهات الحكومية فعشرات المحال والشركات ومعارض السيارات تمتد على هذا الطريق الرئيسي في جدة طبعا هذا الموضوع المطلق منه كانت تقرير صحفي عن الدوار الحكومية في جدة وأنا متأكد أنه غالبية مدن ومحافظة المملكة يمكن تعاني من هذه الإشكالية فيما تعلق بالمواقف السيارات بالنسبة للجهات الحكومية ينضم إلينا من جدة الصحفي بصحيفة مكتل أستاذ فايز أثمالي أستاذ فايز مسل خير حياك الله في الراصد أهلا وسهلا أخويا عبدالله تحية لك ولمشاهدية الإخبارية كيف شاهدت الواقع المرصود فيما يتعلق بمواقف السيارات بالنسبة للجهات الحكومية أعتقد أنه كما ذكرت هو واقع وللأسف مرير لأنه المواقف هي بداية انطلاق لأي مواطن عند مراجعته لأي جهة حكومية فبالتالي يوجد العديد من الجهات وكما ذكرت أنت أيضا أنه الكثير من المناطق في المملكة العربية السعودية توجد فيها هذه الاشكالية لذلك من الطبيعي أن يقوم الجهات الإعلامية بمحاولة البحث عن هذه الأسباب ومن ثم أخذ رأي المسؤول ونحن كذلك ننتظر ما الذي سوف تقوم به تلك الجهات من خلال إنشاء مواقف لتلك الجهات الحكومية برأيك ما هي الأسباب؟ أنا أعتقد أولا الأسباب بداية من استئجار العديد من الجهات الحكومية مباني مستأجرة وليست حكومية مباني تبنى من خلال مقاولين حكوميين من نفس الجهة فبالتالي هذه بداية الاشكالية لأنه غالبا المباني المستأجرة يصعب تعمين مواقف تكفي الجمهور الذي سوف يكون كما ذكرت على سبيل المثال محكمة التنفيذ وكذلك ديوان المظالم وغيرها من استقبال مراجعي بآلاف المراجعين بشكل يومي فأعتقد أن هذه مشكلة كبيرة يواجهها ونهيك عن أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة عندما يزورون هذه الجهة فبالتالي أيضا هم يعانون أكثر من الآخرون فأعتقد يجب أن يكون هناك دراسة جدوى لكيفية المعالجة هناك سؤال أستاذ فايز يعني مش المفترض أن الأمانات أيضا يكون هناك تصريح للمباني الموجودة في أي محافظة أو مدينة بالتالي أن تكون قادرة ومستوعبة من ناحية المواقف ويكون هناك رفض أو قبول بأخذ هذا المبنى أو غيره أعتقد الأمانة لديها جزء لكن ليس هو الجزء الأكبر ولا يعني أفاهم من هذه المسؤولية لأنها يجب أن عند حين أعطاء تصريح الهجاة حكومية بالبناء أو إقامة معينة هي لديها الخبر الكامل فبالتالي كيف يتم منحها بالتصريح إلا مقابل أن يكون هناك عدة اشتراطات كما هو المعلوم اشتراطات المواقف بحسب مساحة المبنى يكون هناك نسبة وتناسب بين المواقف وبين مساحة تلك الجهة الحكومية التي تعتزم البناء لذلك للأسف نحن وأنت والعديد من المواطنين حين مراجعة تلك الجهات الحكومية قد يصاب بالإحباط حينما يريد مراجعة تلك الجهة ومن ثم يستقطع من وقته عشر دقائق أو أكثر من نصف ساعة أحيانا إلى حين يجد موقف ربما يكون مراجعته لا تستمر سوى خمس دقائق المرحلة الأصعب في المراجعة الجهة حكومية أمانة يكون موقف عفوا؟ أقول هي المرحلة الأصعب يعني وأنا أعتقد أنه فرحة الحصول على موقف في مراجعة جهة حكومية يعني فرحة عظيمة طبعا أعتقد أحنا نشعر بهذا الشيء ذاتي عندما تذهب إلى جهة حكومية وهي تشح بالمواقف أو على مواقفها قليلة وتجد ذلك الموقف فأعتقد أنه الفرحة تكون أكثر من فرحتك بينها معاملتك لأنك قضية حاليا مدة محددة معينة بدلا من أن تكون تزيد تلك المدة في مراجعة تلك الجهة بسبب البحث عن المواقف معد عندنا وقت أستاذ فايز أبرز الحلول يعني برأيك أبرز الحلول أعتقد أولا هناك حلول عاجلة وهناك حلول بعيدة للمدى الحلول العاجلة هي محاولة إيجاد مواقف الطوابق التي يقوم بعملها عدد من الجهات والمقاولين إضافة إلى نقل تلك الجهة من داخل المدينة إلى أطراف المدينة الجهة الحكومية هذه تنقل إلى أطراف المدينة فبالتالي نقلها إلى مبنى حكومي وتوفر تلك أيضا الرقابة وعدم إعطاء التصريح للجهات الجديدة إلا توفر المواقف الكافية لتلك الجهات نحن نعلم أننا تحولنا من عدد من الجهات الحكومية تحولت من ورقية إلكترونية ولكن هناك جهات عديدة مثل المستشفيات لدينا العديد من المستشفيات في جدة إلى الآن ليس لديها مواقف إذا ذكرنا مواقف تعد على صابع جهة لبعض المستشفيات وهي أهم الجهات الحكومية لإستقبال المواطنين بالتأكيد شكرا لك لحضورك معنا وحديثك الصحفي بصحيفة مكة الأستاذ فايز الثمالي شكرا أستاذ فايز أهلا وسهلا حياة كم شكرا لكم